الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم أيها الطالب الكريم بقي لنا أن نقف بك على تقسيم ثالث قدمه بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة وهم المتكلمون فماذا عن تقسيمهم لقد قسم المخالفون من المتكلمين لأهل السنة والجماعة التوحيد إلى أقسام ثلاث أولها قالوا قسم يعني أن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا شريك له أيضا واحد في صفاته لا شبيه له يعني القسم الأول أن الله واحد في ذاته لا ينقسم واحد في صفاته لا يشبهه شيء من خلقه واحد في أفعاله لا يشركه أحد في أفعاله هذا تقسيم أهل الكلام أو بعض أهل الكلام والمتكلمون هم الذين استعملوا الكلام في الدفاع والحجج بقوة وبحجة عن تلك الشبهات التي أثارتها الفلسفة في مرحلة ما لكن بعض المتكلمين قد جنح إلى هذا التقسيم جنوحا كان لأهل السنة منه موقف أما أهل السنة الجماعة فقد كان لهم من هذا التقسيم اعتراض وقالوا إن هذا التقسيم خاطئ لماذا؟ لأنه لم يجتمع على توحيد الألوهي وتعلمون أعزاء الطلاب أن توحيد الألوهية هو الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها حيث أغفله المتكلمون في أنواع التوحيد إذن هذا تقسيم قاصر الأمر الثاني أن في هذا التقسيم الذي قدمه أهل الكلام أو بعض أهل الكلام فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل والتفصيل ليس ميسورا لكل العوام والأصل في التقسيمات أن تكون واضحة للجميع لأن هدف هذه المادة هو بناء الإيمان وليس الدخول في معترك فكري أو نقدي أو فلسفي بعيد عن بناء الإيمان أخيرا إن غاية هذا التقسيم الذي قدمه المتكلمون كان يقرر التوحيد من التوحيد توحيد الربوبية فقط الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه وماله ولا يسلم به من الخلود في النار المرء إن أقر فقط بتوحيد الربوبية فإنه لا يخلص نفسه من الشرك ولا يعصم نفسه من الخلود في النار وإنما التوحيد الحقيقي هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وبها جميعا يخلص المرء نفسه من الشرك ويعصم المرء نفسه بدمه وماله من أن يقتله وكذلك يخرج الإنسان به من النار التي كتب الله الخلود لأهل الشرك بأصنافه وألوانه نقانا الله وإياكم ونجانا الله وإياكم من الشرك وأهله اشتركوا في القناة